السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هالنهار شعالله غد نقدمو احد الموضوع ديال اسباب الاجهاد عند الانانيب هاد الموضوع شفت انني ممكن انني نقسمو لكم على جوج ديال اقسام كين اسباب ميكانيكية و كين اسباب بيئية اذا نتحتو على الاسباب الميكانيكية اول حاجة نهضرو عليها وهي جس الارنبة يعني الانثى الحامي اذا لمشي ناتش دينا الارنب و ما كناش كنعرفو كيفاش يعني الارنب الانثى و ما كناش كنعرفو كيفاش نقومو بعملية الجس سمو كيوقع ان انا كنضغطو بشدة على عنق الراحيم شيء الذي كيقدي للاجهاد هادي نقطة الاولى نقطة الثانية و هي ناس اللي ساكنين قدام شيء جيهة فيها الضجيج المستمر يعني اما نقولو ساكن قدام واحد صدور كيخدم لامل بزاف ساكن قدام نقولو واحد اي حاجة فيها اللي يزعاج المستمر ينشي شيء بلاصة مثلا طاحونة طاحونة كي لسه ضار ديالوه امام طاحونة ان هاد الضجيج المستمر كي يخلي الارنب كتنزاعج مما كيجعل الارنب الحامل كتولي شديدة العصبية و كتولي متوترة الشيء الذي يؤدي ايضا الى الاجهاد اذا هادي بالنسبة الاسباب ميكانيكية دبعا ننتقلو الاسباب البيئية كين اولا الارتفاع الشديد في درجة الحرارة يعني كين هادي يعني الناس اللي دايرين في السطح مثلا ما دايرينش ضل مثلا ما مضلينش عليهم مزيان كيعطيهم الماكلة بكثرة يعني ممكن انهم كيعطيهم الماكلة بكثرة يعني كيجيهم الاجهاد الحراري ممكن انه يؤدي الى الاجهاد كذلك ثاني حاجة وهو اسباب غذائية واهمها عدم اتزان العلف المعطال الارنب بحيث يجب ان يكون هذا العلف يعني سيكون غني بجميع المقونات بما فيها الفيطامينات والكالسيوم والمعادن نحضرنا على المعادن في واحد الفيديو الضروري انه مثلا لما كان تعطيوش استكاليم خلطوا الحويج ديال الحبوب مع الحويج ديال مثلا الحويج اللي كي يديو لهم در الحليب لما لا انكم تعطيوهم بعض النباتات الخضراء ولكن ديال ما كان هدر تيكونوا مداوين دوار اني عطيتو هبا غينول اي لمشي تعطيتو الدوار هبا غينول ممكن انكم تخلطو لهم شوية ديال القشور ديال الخضار او نباتات خضراء الفصة بزاف ديال الحويج اللي ممكن انها تساعدهم في قضية ديال الخصوبة وتساعدهم كذلك تف النمو ثالث حاجة وهو نقص او زيادة في الفيتامينات يعني كينشي واحد كيكون غافل كيقول باللي اه لا غادي نشدنا الدوار غا نعطيها بكثرة باش يعطيه مفعول يعني سريع هاد شي كي قديته هو الاجهج ممكن انه إذا عطيتو بزاف ديال الفيتامينات يعني فوق الطاقة يعني فوق الارسات اللي مكتوبة يعني اللي اعطاكم البيطاري ممكن انكم تسبوا الانثى في الايجاد يعني ما يكونوش فيتامينات ناقصين ما يكونوش زايدين فصدك الشي بالميزان بالعبار ذك الشي اللي يوصاكم به يعني البيطاري هو اللي غادي تخدموه ان شاء الله اذا هاد الزيادة او النقصان في الفيتامينات ممكن انه يؤدي الى خلل في الجسم ديال الانثى فيؤدي ذلك الى الاجهاض كذلك لذا يجب تزويد الاراني بالفيتامينات من حين الى اخر يعني ماشين قاودي ما كنعطيوهم ولكن منين نحس بهم يعني ضعافين شي شوية او يالله ولدو او هادي ممكن اني نعطيوهم مثلا انتي بيوفيت انا ماشي كندير اشهار ديالشي الشركات ولكن كنشوف انا اللي يعني جربته ولقيت في الراحة ديالي كان نعطيه الخوتي انهم يستعملوه كذلك اذا كان انتي بيوفيت وكان سوبر لاير سوبر لاير وانتي بيوفيت هادو يعني اثمينة ديالهم الخاصين شي شوية كديرو 25 درهم ولكن فيهم كمية بزاف يعني ممكن انكم تعطيوهم وتعطيوهم 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 يعني كيكون واحد شوية ديالرتيباك في التربية ديالالانيب حاولوا انكم يعني اتفادوا هاد النوقات اللي تكلمنا عليهم الحلقة ديالنا رسالات كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما عندهم لمازال ما شاركوش معانا يشاركو معانا تكيو على زر الجام ما تنسونا تبجير جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة